ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد طبعا احكيت كلنا سمعنا قصة الشاب الاسباني اللي بيقول انه هو الوحيد على كوكب الارض وانه هو في سنة الفين سبعة وعشرين وفي ناس كتير سمت القصة بس مش مصدقها وفي ناس بدأت انها تصدق وفي ناس صدقت القصة تعال نشوف ايه يا القصة ديت انا عارف اولا ان ده مش محتوى القناة بس طبعا القصة ديت من القصص اللي انا كنت بتابعها وعايز اعرف التفاصيل بتاعتها لحد ما وصلت للحقيقة كاملة وشوفت طبعا فيديوهات للناس كتير على اليوتيوب بس الحقيقة ما كعيدش بتبقى كاملة فالنهاردة جايب لك الحقيقة كلها بالتفصيل وبالادلة والاسبات بس قبل ما نخش في الفيديو اول حاجة كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد علينا عليكم جميعا اتمنى ان انتو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة هتوصلكم اول باول وطبعا لو عندكم اقتراحات اكتبوا لي تحت في التعليقات ولو بتشوف الفيديو من على التيك توك فالفيديو هتلاقيه كامل على اليوتيوب هسيب لك لينك الفيديو واسم القناة في اول تعليق وطبعا ما تنسوش لايك وفولو للصفحة لو انتو بتشوفوا الفيديو على التيك توك ولو من على الفيسبوك فما تنسوش لايك وشير ويلا بينا نشوف الفيديو اول حاجة بالنسبة للقصة دي شباب هنتكلم فيها من ثلاث جوانب وطبعا هقول لكم حاجات كتير وهنشوف تفاصيل كتير في الفيديو النهار اول حاجة لو هنتكلم من الجانب الديني لو هنتكلم بالدين فاقول حاجة عارفين ان اي حاجة تحصل في المستقبل مفيش حد يعلمها الا الله فقط شباب في حد الوقت هيجي يقول لي طب احنا عارفين ان يوم الايمة هيجي وطبعا يوم الايمة مذكور في القرآن هقول لك معك حق بس هل تقدر تقول لي هو امتى بالزبط وهيكون انه يوم طبعا محدش يعرف لان حتى الان مفيش اي علامات كوبرا من علامات يوم الايمة ظهرت فخلونا طبعا طبعا احنا مش هننكلم عنها يوم الايمة فخلانا نقول ان من الجانب يديني ان الكلام ده هيحصل في الفين سبعة وعشرين وان الايمة ممكن تقوم والبشر كلها هتختفي كلام ده غير معقول وطبعا كلام مش صحيح تماما لان طبعا لو الكلام ده صحيح فاستحال هيكون فيه تواصل بنا وبينه وبالتالي طبعا حتى لو فيه تواصل الناس كده هتعرف اللي هيحصل فبالتالي تبدأ تاخد حزارها من اللي هيحصل في المستقبل وفيه ناس طبعا ممكن ان هي تروح اي كوكب تاني فبالتالي الكلام ده الكلام ده مصحيح حتى كمان الكلام ده لو صح فكان هيسكر في القرآن قبل الشخص ده ما يعرفه فاول حاجة من الجانب يديني الكلام ده كله غلط ما فيهوش اي حاجة صح لو نتكلم من الجانب العلمي يا شباب احنا عارفين اي حد عشان يسافر عبر الزمن اللي هو اساسا حاجة تعتبر مش موجودة رغم ان لها قصة كبيرة جدا وفيه ناس كتير اتكلمت عنها بس ان انت عشان تسافر عبر الزمن لازم سرعة الجسم اللي هيسافر عبر الزمن يتخطى سرعة الضوء وده حاجة شبه مستحيل ان هي تحصل مفيش اي مركبة فضائية ولا اي طائرة ولا اي حاجة تقدر ان هي تتخطى سرعة الضوء في الوقت الحالي لكن طبعا في المستقبل ما احنا عارفين ممكن يكون فيه حاجة تتخطى سرعة الضوء ولا لا بس طبعا مش هنتكلم لو هنتكلم في الكلام بالمنطقي والكلام اللي العقل يفهمه اول حاجة هو ايه يحصل اساسا لو البشر اختفت تماما عن كوكب الارض اول حاجة صاحبي لو البشر اختفت الطبيعة تبدأ ترجع كما كانت قبل كده والارض هتبدأ شكلها تتغير تماما وكل حاجة في الفيديو بتبين ان لسه الارض زي ما هي ما بيش اي تغيرات تاني حاجة الطاقة هتوقف تمام مش هيبقى في طاقة لا هيبقى في كهرباء ولا هيبقى في اي طاقة بجميع انواحها الطاقة كلها هتوقف فطبعا الشخص ده كل فيديوهاته بيبين ان الكهرباء لسه شغالة وكل حاجة شغالة والانترنت شغال طب ازاي الكلام ده شغال وما فيش بشر يعني الكلام ده مش يشتغل لوحده كده حتى كمان الحاجات ديت لو فضلت شغالة فطبعا من الفين واحد وعشرين لالفين سبع وعشرين ست سنين تقريبا او خمس سنوات يعني رقم كبير ففي خلال الكم سنة دول اكيد يعني الكهرباء مش عمرها ما تفضل شغالة لان طبعا الحاجات ديت لو ما اتطوريتش اول باول فالحاجات دي ممكن تتحرق او يحصل اي كوارس ولو حصل اي كارسة طبيعية او كارسة مثلا باستخدام المفعالات النووية فطبعا هتأثر على المكان اللي هو فيه ولو بنسبة واحد في المية يعني حتى لو حصل اي كوارس طبيعية زي الزلازل والبراكين والحاجات ديت وهي اللي دمرت البشر كلهم والبشر معهم فاكيد الارض مش هتبقى بالنظافة وبالشكل اللي هو بيصغر فيه فالكلام ده انا معكم ان الكلام ده كله غلط العامل اللي قلتها ديت هتأثر اساسا على الارض ولو بنسبة واحد في المية حتى وهيبان شكل التغيرات طيب خلونا نتكلم هنا في حاجة تانية اول حاجة كمان قلت لكم لو البشر اختفهم هيبدأ شكل الارض والملامح بتاعتها هتتغير تماما والمفروض انه مش هيكون فيه طاقة ولا انترنت ولا اي حاجة من الكلام ده كله الوقت فيه حد يقول لي احنا معاك ان الكلام ده كله غلط طب هو بيصور الفيديوهات ديت ازاي والاماكن ديت مهل معمولة بالمونتاج حسب طبعا معرفة القليلة جدا في المونتاج احب اقول لكم يا جماعة ان الكلام ده استحالة يكون معمول بالمونتاج ولو سألتم اي حد خبر جدا في المونتاج هيقولك ان الكلام ده صعب تنفيزه على ارض الواقع لان عشان تنفيزه محتاج معداته حاجات حديثة جدا حتى كمان لو تم تنفيزه بوضع كرومة وحاجات من ديت وتم تنفيزه باحترافية جدا هيبان في الاخر ان هو مونتاج ما هوش حقيقي بس الشخص ده طبعا قصر كل الحواجز واكد للناس ان كل حاجة بصوره حقيقي وفعلا التصوير اللي هو بصوره حقيقي طبعا انا هقول لكم دلوقتي ازاي هو بالروح الاماكن دي هتو يصور لان الحقيقي يا شباب بقبل ما نتكلم ونعرف التفاصيل تعال نشوف بعض الفيديوهات بتاعته ونشوف هل هي مفبركة ولا لا وهكشف لكم الخدع بتاعته زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب احنا هنا اوات على التيك توك تعال نشوف بعض المقاطع للشخص ده كده ونشوف هل هي مفبركة ولا حقيقي تعال نشوف مثلا يا شباب اول فيديو هو نزله وهنا نتكلم طبعا في اكتر من تفصيل في الفيديو ده اول فيديو منزله جاء بعشرة مليون مشاهدة طبعا والشخص ده مشاهداته عدت جدا وبقت حاجة عالية جدا تعال نشوف الفيديو ده كده شباب مع بعد اول حاجة هنوقف كده بالنسبة للسيارات اللي احنا شايفنا ديت فالسيارات دي كلها اه ما فيش اي حاجة بتدل ان في اي حاجة منهم جاي من المستقبل كل السيارات ديت موديلات موجودة حاليا في الوقت الحالي او طبعا في السنين اللي فاتت لكن مافيش ولا اي سيارة من دول بتدل ان هي جاية مسلا من مستقبل ولا ان هي شكل جديد او موديل جديد لان طبعا لو كان مسلا كلامه صح كنا هنشوف اي حاجة تدل على ان في حاجات تمت في خلال السنين اللي فاتت ولان كلامه صح كان يبقى فيه على الاقل سيارة من السيارات ديت موديل جديد او شكلها غريب تدل على الكلام اللي هو بيقول هنشوف كده مع بعض بقى ايه الفيديو طبعا هنا بقى جماعة عندي تعليق على الفيديو ده طبعا هو هنا مصور على شاطئ والشاطئ ده طبعا فيه اثار اقدام للناس طبعا فيه حركة باين ان الشاطئ ده كان عليها حركة طيب الشاطئ ده اساسا لو بقى له فترة لو تساب سنة مثلا محدش راح هناك فطبعا الشاطئ ده مع العوامل الجوية والهوى والحركة طبعا والرياح والكلام ده كله هتلاقي ان الاثار بتاعت الناس ده كلها مختفية استحال ان هي تظهر اساسا قال لا اذا كان فيه ناس هنا تمام لان الاثار الجوية هتأثر على الرمل فبالتالي الرمل اساسا الاثار اللي عليه ده كلها هتختفي فالكلام ده كله اول حاجة غلط ده بين كل حاجة بين ان هي في 2021 هي متصورة فعلا في 2021 بس حقيقة اختفاء الناس ده هي ده اللي هنكشفها في اخر الفيديو فاخليكم متابعين الفيديو للاخر تعال نشوف دلوقتي فيديو تاني برضو من الفيديوهات اللي اثارت الجدل والفيديو ده كده الفيديو ده تقريبا الشخص يمتصور في المطار وظاهر الانعكاس بتاعه عشان يثبت للناس ان ما فيش اي منتاج ولا تعديل على الفيديو ده طيب هو الفيديو ده فعلا حقيقي ومتصور في المطار وهو كان ماشي الواحد بس انا قلت لكم حقيقة اختفاء الناس دية توضحها لكم في اخر الفيديو تعال نشوف بعض الفيديوهات التانية برضو بالنسبة للجهاز دوت يا شباب واللي الناس كتير قالت ان صعب ان انت تتعدل على الاعدادات بتاعته لا ما بيش اي حاجة صعب يا شباب الجهاز ده زي اي جهاز الكتروني احنا بنستخدمه تقدر ان انت تتعدل في الاعدادات بتاعته عادي جدا وطبعا الجهاز ده اكيد معدل في الاعدادات بتاعته بس طبعا الحقيقة هتشفى لكم بالادلة وبالاسبتات في اخر الفيديو لو جينا نشوف هنا يا شباب زي ما قلت لكم بالنسبة لصيارة الشرطة ديت سيارة الشرطة ديت هيزلك صورة جنبها الوقت السورة ديت بتوضح شكل سيارة الشرطة في 2021 او في الوقت الحالي ولا ان هي نفس الشكل ده فطبعا يعني في خلال ست سنين يعني ست سنين كاملين عمر طبعا ما السيارات هتفضل على نفس الشكل يعني طبعا اكيد السيارات هتختلف لان التكنولوجيا كل مده بتتطور فاكيد مش هيبقى بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده شباب طيب يا شباب في الفيديو ده كمان برضو عايز اقول لكم زي ما انتم شايفين اولا نفس الشجرة اللي هي على شكل بيضاو ديت الشجرة ديت اساسا يعني في ناس هما اللي بيعملوها بالشكل ده هي لو تثبت اكتر من فترة لو تثبت فترة كبيرة طبعا هتلاقي الشجرة دي بترجع لشكلات طبيعي لان الورق اللي فيها هيبدأ يكبر فالشجرة دي لازم كل شوية شخص يزبطها بالشكل اللي احنا شايفينه ده فطبعا كل حاجة بتبين ان في ناس عملوها حتى كمان لما دخل المطعم بتاع مكدومنزا وفي مطعم كتير هو دخلها واثبت للناس ان في اكل طبعا الاكل ده مش هيتعمل لوحده ومش هيفضل اساسا ينفع ان هو يتاكل لو تساب الفترة ده كلها لوحده وطبعا الحاجة اللي اثبتت اكتر هو لما دخل نادي فلينسيا وطبعا التشيرتات بتاع تنادي والتي curated هتزال لتفرته portx?", ان هو المدرسل حالية او التي كانت في الموسم الماضي لنادي فلينسيا لان طبعا احنا هنا تعرفين ان كل موسم تغيرهم التشيرتات فطبعا نادي فلينسيا غير التشيرت اللي انتوا شايفينه اصبع ذلك يا طبعا في التشيرت دا شباب ان يعتبر وضغية لان تشيرت موجود سنة Combine sous 2017 لانتهم بالأو ذلك يعني التشرت اللي موجود من كم سانية. يعني بتاع سنة الفين وعمرك ما تلاقيه موجود حاليا في الوقت ده. لان تلاقي التشرتات بتتغير زي ما انا عايز اقريكم اوقات يا شباب وحيا هياخد تشرتات التشرت الاحمر والتشرت الابيت. هلاقي التشرتات هتوا هم نفس الاتشرتات اللي في الصورة.RAW Let's go chant Chamvery and استحقا لكم في سنة الفين سبع وعشرين بالنسبة للساعة اللي في الشارع ديت فالساعة ديت معدل عليها برضو كل حاجة زي ما قلت لكم متعدلة بس بقى المشكلة هنا ان هنا الحقيقة ظهرت هنا الحقيقة ظهرت يا شباب بس في حد يجي يقول لي طب ازاي الناس اختفت انا معاك في كل حاجة بس الناس اختفت ازاي طيب انا اقول لكم على حاجة يا شباب حقيقة اختفاء الناس هو الناس مختفتش ولا حاجة لكن والاسف يعني كما توقعنا ديت ليلر لمسلسل هي المفروض ان هو ينزل قريب في الناس هتقول لي لا الكلام ده مصطحيح انا اجيبلك دليلين كمان وهنشوف مع بعض موقع اليوم السابع طبعا الموقع جماعة نشر مقولة من كام يوم كده بيقول ان طبعا بعد ايام من المتعة والمغامرة مع الناجي الوحيد كشف احد المواقع الاسبانية ان في بعض او احد الشركات الانتاج الاسبانية قالت ان ده مسلسل وان ده طبعا بتعمله اعلانات بطريقة مختلفة وان الشركة عملت حساب على برنامج تيك توك وطبعا الشركة ديت عملت الفيديوهات ديت عشان تسوى للمسلسل طبعا الكلام ده جايبه من على موقع اليوم السابع عشان تسد اكتر انا اجيبلك موقع اسباني طبعا الموقع ده موقع اسباني الشباب بيأكد كلام ده طبعا هو باللغة الاسبانية بس انا طبعا ترجمت الكلام للغة العربية الموقع ده كمان برضو بيأكد نفس الكلام طبعا الموقع ده بيقول لك ان القصة ديت هي قصة ملحمية لشاب يستيكز في مستشفى بمفرده واعتقد انه في عام الفين سبعة وعشرين من خلال طبعا الساعات الرقمية وطبعا الاجزاء الالكترونية بس طبعا بيقول لك ان الكلام ده كله غلط بفضل قدراته على التواصل عبر الانترنت عرف انه هو في عام الفين واحد وعشرين برضو ولكن في عالم موازي بس على فكرة شباب دي قصة المسلسل مش قصة حقيقية تمام كده بقول لك ان دي هي قصة خيالية جدا من خيال المؤلف بقول لك طبعا ان دي قصة مزيلة من الغموض والمغامرة والخيال العلمية ما فيش اي حاجة فيها حقيقية وطبعا الشركة اللي اعلنت الكلام ده شركة بيتا اسباني او بيتا اسباني او بيتا اسباني منعوا الناس من ان هي تظهر في الفيديوهات والحيوانات عشان طبعا القصة يعني تتصدق فمعنى الكلام ده يا شباب ان ده اساسا مسلسل تلفزيوني هينزل لسه طبعا فواده كان اعلان بيعملوه وقول لك في خلال الفترة ديت حصلت صبحة الشخص ده على انستجرام وعلى تيك توك اكتر من ثلاثة مليون متابع وقول لك حصلت اكثر من ستمائة مليون مشاهدة انت متخلل طبعا الرقم رقم كبير جدا زي الرقم ده شباب طبعا حققوا نجاح هايل جدا وطبعا في النهاية ديت بس قصة مش اكتر يا شباب مفيش اي حاجة حقيقية وكل ديت هي قصة مسلسل بس طبعا كانوا بعملوه اعلان بشكل غريب شوية طبعا في النهاية كانت قصة جميلة جدا وكانت مغامرة ناس كتير عاشت معها بس الاسف كان لازم الحقيقة انها تكتشف طبعا شباب مصوروا الفيديوهات ديت باحترافية عالية جدا حرسهم انه ما يكونش فيه اي اشخاص بينا في الفيديو ولا اي حيوانات لكن طبعا للأسف الاغلاط اللي غلطوها زي الاضاءة اللي لسه شرالة وطبعا الارض لسه زي ما هي مفيش فيها اي تغيرات خالص وشكل العربيات اللي بنفس الموديلات اللي موجودة حاليا مفيش اي حاجة تطورت ولا اي حاجة تغيرت وده طبعا يعتبر الخطأ اللي وقاحهم واللي كشف ان ديت خدع مش اكتر طيب في النهاية هو فعلا الشخص ده صور في الاماكن ديت زي ما قلت لكم بس ده طبعا كان او الاماكن ديت متأجرة عشان يصوروا فيها ويا اماكن حقيقية فعلا موجودة طبعا كانوا اخدين الازن ان هما يصوروا فيها واكيد طبعا بما ان الكلام ده كله طلع قصة مسلسل اكيد الناس والقناة تلفزيونية اللي اتحدث الشخص ده كل ده كان اتفاق مع الشخص دوت او مع فريق العمل عشان طبعا محدش يكشف الحقيق وعشان قصة تبقى اكتر غموض شكرا لكم على المشاهدة اتمنى ان تكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تشارهوا الفيديو اما حاجة عشان الناس تستفيد منه شكرا لكم على المشاهدة كان معكم محمد جابر السلام عليكم اشتركوا في القناة